هذا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية لانتهاء من بناء ميناء المساعدات المؤقت لغزة وأكدت أن واشنطن إنجاز ربط الميناء العائم المخصص للمساعدات بشاطئ غزة مؤكدة أن الأمم المتحدة ستتسلم المساعدات وتنصق توزيعها في قطاع غزة القيادة المركزية الأمريكية قالت إن بدء إرسال المساعدات عبر الميناء المؤقت سيكون خلال أيام مشيرة إلى عدم دخول أي قوات أمريكية إلى غزة في إطار الجهود الرامية لإرسال المساعدات